الهواتف والأجهزة البدائية أصبحت سلاحاً جديداً في المعارك والحروب الاستخبارية هذا بالفعل ما كشفته وكالة رويترز فحزب الله بعد اغتيالات متكررة لقادته وعناصره جنوب لبنان فتح خزائنه القديمة ولجأ إلى استخدام ما قدم منها عوضاً عن الأجهزة الذكية والمتقدمة بهدف الفرار من أجهزة التعقب الإسرائيلي الحديثة وتحديد المواقع تقنيات ما قبل عصر الإنترنت ليست مزودة بتقنيات الجي بي أس ما يجعل تتبعها صعباً للغاية كما أن الحزب وفقاً للتقرير يستخدم رسائل SMS وبشكل مرمز إضافة إلى أجهزة البيجر مصادر مقربة من حزب الله أكدت أن تقنيات التهرب القديمة تشمل كلمات سرية يتم تغييرها بشكل يومي استراتيجية التهرب هذه وفقاً لخبراء في الـ CIA تزيد فعلاً من صعوبة العثور على الأهداف لكن في المقابل تجعل من قيادة حزب الله أقل فاعلية وأبطأ في اتخاذ وتطبيق القرارات